سجلت وزارة الصحة العرقية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات اليومية لفيروس كورونا قبل ساعات من بدء تطبيق حزمة إجراءات أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة للحد من الجائحة هذه الإجراءات تتمثل بالعودة للتعليم عن بعد إعادة فرض حضر التجوال الشامل بدءا من اليوم ليطبق خلال أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع والحضر الجزئي لبقية الأيام لمدة ثلاثة أصابيع مع احتمالية لتمديده بعد ذلك قرار الإغلاق وحضر التجول يأتي بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة في العراق حيث بلغت 3300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينما وثقت السلطات الصحية أيضا تسجيل إصابات بالنسخة المتحورة من هذا الفيروس في الوقت ذات حضرت وزارة الصحة من تبعات عدم الالتزام بالتدابير الوقائية من الوباء ويبلغ إجمالي الإصابات في العراق حتى الآن حوالي 651 ألف حالة إصابة بالفيروس طبعا تستمر هذه القرارات في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ صدورها ويبدو أن الأغلبية لا تؤيدها نبدأ مع راهم الشمرية الذي انتقد القرار وكتب أفشل حكومة في تاريخ العراق تقرر حظر التجول وقطع أرزاق الفقراء واعتماد التعليم الإلكتروني طبعا ما يعني صفر استيعاب بالنسبة للطلبة مع استمرار ملفات الفساد حساب عشقي عراقي طرح تساؤلات حول الخطوات الصحيحة لصد الوباء وقال إلى اللجنة العليا للصحة مكافحة المرض لا تكون بالحظر وإنما بتطبيق إجراءات وقائية صحيحة في المؤسسات وفرض غرامات مشددة ومحاسبة من لا يرتدي الكمامة حساب آخر يسمي نفسه صياد الأسود انتقد عدم دعم الفئات الفقيرة وكتب القرارات تتخذ دون النظر لحال الناس وخاصة أصحاب الرزق والعمل اليومي الذين فقدوا مصدر دخلهم وقوتهم يعني نتابع بس الجدود الأفعال على أرض الواقع مع مراسل الحرة من أربيل عبد الحميد الزباري مرحبا بك صباح الخير عليك يا عبد الحميد يعني حدثنا أكثر عن الإغلاقات الشاملة اللي تم ورودها أنه رح تكون لأيام جزئية ولأيام أخرى ما هي تفاصيل ساعات الإغلاق نعم من المقرر أن يبدأ الحظر الكل في الساعة الثامنة مساء بتوقيت المحلي الحظر سيكون كليا لمدة ثلاثة أيام أيام الجمعة والسبت والأحد خلال هذه الأيام سيكون هناك استثناءات فقط لمنتسبية قوات الأمن والإعلامين والكوادر الصحية فقط وستكون هناك باجات خاصة لهذه الفئات الثلاثة وإلا وبخلافه سيتعرض الإعلاميون أو المنتسبية الأمن الذين هم غير مشمولون بالحظر لغرامات مالية الأيام الأخرى الثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس سيكون حظر جزء من الساعة الثامنة مساء لغاية الخامسة فجرا من كل أسبوع لغاية الثامن من شهر آذار المقبل وبحسب قرار الصادر من اللجنة العليا للسلامة الوطنية أن هذا القرار قابل للتمديد وسيتوقف على الموقف الوبائي إذا كان الموقف الوبائي على ما هو عليه لغاية الآن اليوم أمس كان أكثر من 3300 حالة مع 12 حالة وفاة قبل عشرة أيام كان الموقف الوبائي أقل بكثير من هذه الأرقام والأعداد ولهذا فإن بقيت على هذه الحالة ربما قد تمدد الحظرين الجزء والكل ولكن إن خفضت الإصابات ربما قد تكون هناك قرارات أخرى بالإضافة إلى أنه من اليوم سيكون هناك تعطيل للدوام الرسمي أيضا للمدارس والجامعات سيكون هناك تعليم إلكتروني وتعليم عن بعد بالإضافة إلى أنه وزارة التربية قررت تأجيل الامتحانات أيضا نعم تصريح السلطات المعنية أنها ستنشر الأجهزة الأمنية لضبط الوضع هل يعني هذا أن هناك مخاوف أو توقع لحدوث خروقات كبيرة؟ يعني مثل ما شاهدنا في الفترات السابقة مع ظهور فيروس كورونا وفرض حظر الكل في البلاد لم يكن هناك التزام كامل من قبل المواطنين وبالأخص في المناطق ذات الكثافة السكانية أو التي تسمى محليا بالمناطق الشعبية الالتزام لم يكن بالشكل المطلوب ولهذا الحكومة ستقوم بنشر فرق لمراقبة الالتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية بالإضافة إلى أنه فرض غرامات على من لم يلتزم بها مع أنه مسألة فرض الغرامات أيضا الحكومة لم تنجح في تطبيقه في الفترات السابقة عندما كان هناك حظر كل وحظر جزء ولهذا ستقوم بنشر هذه الفرق لمراقبة الوضع ولحث المواطنين أيضا هناك حاليا هناك فرق في بعض المحافظات لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية أي توعية صحية للمواطنين لأن حقيقة ليس هناك التزام من قبل المواطنين قبل الوصول إلى مرحلة الالتزام هناك استعدادات معينة تكون للمواطنين يعني كيف كان الحال في العراق هل كان هناك أي ازدحامات أمام المحال التجاري المخابز أو حتى محلات توزيع الغاز المنزلي الحظر سيكون مساء اليوم بالفعل بدأ الناس بالتوافد على الأسواق وعلى المراكز التجارية لتخزين لأن ثلاثة أيام العديد من الناس يقولون أن ثلاثة أيام حظر كله سيكون كثيرا عليهم أو كبيرا عليهم ولهذا يجب تخزين بعض المواد الغذائية وأيضا الخضروات والفواكه وما شابه لمدة ثلاثة هذه الأيام وهذا أيضا الحكومة تواجه صعوبات في إلزام المواطنين على عدم التوجه بشكل كبير أو أن يكون هناك ازدحامات ولكن مع هذا هناك ازدحامات بالفعل بدأت منذ يوم أمس واليوم أيضا أكيد ستشهد هذه المراكز هذه الازدحامات لشراء المستلزمات الضرورية لكن مشكلة الكبيرة التي تواجه الحكومة هي عدم تطبيق الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين شكرا من أربيل مراسل الحرة عبد الحميد الزباري شكرا جزيلا لك